سأقول لكم على تجربتي في مادة كربونات الكاليسيوم وأنا كالصيدلانية أعرف أن هذه المادة غير نافعة كربونات الكاليسيوم وأتجنبها دائما في الفيتامينات لكن كنت أحب أني أجرب نوع من أنواع المكملات الغذائية طبعا شركة كانت أمريكية وما قرأت المكونات لأن أنا ما توقعت أبدا مستحيل أنهم يحطون الكربونات الكاليسيوم فكليت حبة من هذا المكمل ولاحظت أنه صار معي التشنج شديد في الكلا عندي وأنا اتفاجأت أن المكمل الغذائي ما لا أي تأثير على الكلا فقرأت المكونات وكانت الصدمة أنه يحتوي على كربونات الكاليسيوم فتخيلوا هذه مادة كربونات الكاليسيوم ضررها على الكلا يعني هذه المادة يبيلها الشخص يكون عندها كمية حمض المعدة المعدة عندها الحمض المعدة ممتاز أنه يقدر يمتص هذه المادة وحتى لو كان عندها حمض المعدة رح تترسب في الكلا فما بالكم بالأشخاص العاديين اللي عندهم حمض المعدة قليل اشتركوا في القناة